يسعد أوقاتكم المتابعين لكيها درس اليوم هو نحن كيف بدنا ننقل اتصال الموبايل بالمجمل لبروكسي يعني نخلي اتصال كل تطبيقات الموبايل يتم عبر بروكسي طبعا نحن مثل ما تعرفوا في عنا نوعين من البروكسية أو باعثا من أشفير البروكسي اتصال يعني غير اننا بروكسيات базية معنا بروكسيات مثل trolley فنحن عنا نعني أشفير البروكسي اتصال طبعا البروكسي وهو بروكسي يكون تخليق Tower تمام 해�فر هو بلابكسي سكني يعني الريزدنشل هو بيكون بروكسي سكني يعني ID حقيقي لشخص ساكن بأميركا بيجي من شركة اتصالات معروفة الروتات هو بيجي انه بروكسي بيقلب ال ID تبعه كل شويون او كل فترة معينة بيتغير ال ID ممكن يتغير ال ID ضمن نفس الولاي او ضمن نفس المدينة ممكن يتغير ضمن كذا ويلة حديثنا بكل هاي التفاصيل لان احنا عنا نمطين من الاتصال او التشفير اللي بيتم عبره البروكسي النمط الاول هو Http والنمط التاني هو Sox5 طبعا فيه انمط تانية ولكن هدول اكثر شيوعا بموضوع البروكسيات فانا بس بدي وضح هاي الجزئية انه نحنا كيف كل نمط التشفير ممكن ننقل اتصال موبايل نخليه عبر بروكسي بناء على نمط التشفير حلا بالبداية انا هون عندي بروكسيين البروكسي الاول هو بروكسي Sox5 تمام بروكسيات Sox5 نحن نستخدم له تطبيق اسمه SoxDroid تمام او TuneToTab رح نبلش بالSoxDroid ورح نحكي عن مشاكله هلا انا اذا فتحت SoxDroid هذا هو التطبيق رح انسخ معلومات البروكسي تمام هذا الIP رح حطه هون الport هو تسعة وثمانمية نفسه تسعة وثمانمية محطوط سلف اليوزر نيم والباسورد انا عندي اياهن نفسهم اذا بتلاحظوا فرح فوت لهون اذا كانت الاثنتيكيشن ما انا مفعله فرح فعل الاثنتيكيشن ورح فوت على اليوزر نيم اعمل paste ورح ارجع ااخد الباسورد في حال كان عندي باسورد مختلف وارجع لهون على الباسورد وعمل paste تمام؟ هلا انا هيك حطيت اعدادات البروكسي اللي هو Sox5 بتطبيق SoxDroid رح شغل هاي بتلاحظوا انه اشتغلت وضويت يعني الاتصال عندي صار انتقل لوين عبر اتصال الجهاز ككل بكل شي في تطبيقات انتقل عبر هاد البروكسي Sox5 طيب انا كنت مجهز موقع الهو اي ار عندي على كروم رح حدث صفحة فارجيكم كيف تغير الاتصال مثل المشايفين هايك نحن عندنا الاي بي اميركي من شركة فيرايزون والدي انا اس اميركي فيه هون جزئية بموضوع الدي انا اس واحدة من المشاكل اللي بتصير ببروكسيات Sox5 لما نحن منشغل على تطبيق SoxDroid انه ممكن احيانا SoxDroid يعمل معنا تسريب دي انا اس فنحن لحتى نحل هذا الموضوع شو منعمل بدل ما نستخدم SoxDroid SoxDroid تمام رح تطفي انا هلا رح ارجع هون حدث الصفحة رح يرجع الاي بي سوري تمام رح استخدم لبروكسيات Sox5 تطبيق تاني اسمه Tune to Tap متل ما خبرتكن رح حط معلوماته هذا الاي بي الابي الابي هو تسعة وثمانمية ورح اخذ الوزر نيم والباسورد اللي هنه نفس بعض هون في حال ما كانت نفعل هاي الانبل اوثنتيكيشن رح فعله ورح اعمل لصق للوزر نيم ولل باسورد رح نعطيه connect تمام هلا هيك اتصل هو رح ارجع على الكروم وحدث الصفحة متل ما شايفين صار الاتصال عندي من اميركا في حال متل ما شايفين هون دي ان اس عطاني ان اه طبعا ال Tune to Tap تمام بيحلل لي موضوع الموضوع تسريب الدي ان اس اللي ممكن يصير احيانا ازا شغلنا بروكسيات السوكس 5 على وين على السوكس درويد يعني في حال صار لنا تسريب دي ان اس على السوكس درويد فنحن شو رح نعمل رح نشغل بروكسي السوكس 5 على Tune to Tap هاي الفكرة الاولى اللي مشان نحن ننقل اتصال الجهاز ككل عبر تطبيق عبر بروكسي بنمط تشفير سوكس 5 بغض النظر عنه على بروكسي ان كان private او residential طيب اذا كان البروكسي عندنا نحن بنمط تشفير http او https مثل البروكسي الثاني بقائمتنا هاي طيب هذا التطبيق نحن شو نستخدم له نستخدم له برنامج اسمه college proxy هذا هو البرنامج فهون رح ناخد ال IP ونفوت عالكوليج بروكسي والبورت واليوزرنين واخيرا الباسور طبعا في حركة انا نسيت اعملها انو لازم طفة tune to tab تمام هلأ بنعمل start proxy متل ما شايفين بيتبصل عنا رح سكرها لهي وارجع فوت على chrome وحدس الصفحة هلأ هو فعليا شغال على البروكسي التاني اللي نمط تشفير وht tv واللي متل ما خبرتكن نحن شغلنا عبر تطبيق اسمه college broxy طيب هلأ في فكرة صغيرة بس نحن التطبيقات الكوليج بروكسي النسخة الحالية الموجودة على متجر بلاه هي نسخة بتعطيك عدد مرات استخدام محدودة وبعدين بتصير تطلب منك شراء او بتعطيك اعلانات كتير او بتصير تفصل كتير فنحن لحتى نحل هاي القضية على قناة التليجرام تابعنا تمام ستايل تيك على التليجرام بتلاقوا الرابط تابع بمعلومات القناة على اليوتيوب فيكن تفوتو على قناة التليجرام وتحملوا نسخة معينة من الكوليج بروكسي هاي النسخة طبعا انا يعني منطقات متل ما بيقولوا لانه هاي النسخة ما فيه لا اعلانات ولا فيه افصل ولا فيه اي مشاكل اذا فتنا على التليجرام وكتبنا ستايل تيك وفتنا رح نرجع بالمنشورات شوي لورا رح تلاقوا هون نسخة كوليج بروكسي هاي وفي فوق شي اسمه اكس ابك انستولر شو هو الاكس ابك انستولر هلا نحن عنا نسخة الكوليج بروكسي هاي هي بصيغة اكس ابك تمام كلنا بنعرف ان تطبيقات الابك هي تطبيقات او تطبيقات الاندرويد عموما هي تطبيقات تيجي بصيغة الابك بس نسخ الابكي بده برنامج خاص فيه لحتى يسبته فنحن لازم نسبت اول شي الاكس ابي كي نستولر بعدين بيخلينا نسبت هذا التطبيق اللي هو بصيغة الاكس ابي كي واللي هو نسخة الكولوج البروكسي الخالية من الاعلانات والخالية من التقطيش الانقطاعات الى ما هونالك طبعا واي تطبيق تاني نحن رح ننزلوا يعني حتى السوكس درويد او التونت وتاب كله فيكن تلاقوه بصيغة الابكي ضمن قناة التليجرام هذا كان درس اليوم يمكن هو مشروح بدروس سابقة محكي فيه حكيانين عنه نحن ولكن حبيت بس ارجع نوه عن الموضوع وصيغوا بدرس لحاله انه نحن كيفينا ننقل ابتصال جهاز موبايل عبر البروكسي سواء كان بنمط شفير السوكس فايف او الاتش تي تي بي بالتوفيق للجميع وان شاء الله نشوفكم بدروس قادمة الى اللي